السلام عليكم ورحمة الله وزيادة يا شباب عامليني معكم عمرو عسل من القناة تأمان فيديو النهاردة نتكلم عن ترتيب هداف الدوريات الخامسة الكبرى طبعا لموسم 2021 آآ عندنا طبعا هو ليفاندوسكو اللي يعتبر تفوق على آآ جميع لعاب العالم بتسجيل واحد واربعين هدف في موسم واحد وانه هو يفوز بالدور كمان مع فريق باير مونخ يعني حقق آآ حاجتين انه هو فاز بالدور وفاز بهداف الدوري الالماني لموسم 2021 نبدأ بترتيب هدافة الدوري الالماني لموسم 2021 عندنا طبعا ليفاندوسكو الاول براسيد واحد واربعين هدف اندريسيلفا التاني براسيد 28 هدف آآ هالند آآ الثالث براسيد 27 هدف آآ كراماريتش لاعب هوفنهايم الرابع براسيد 20 هدف عندنا المركز الخامس اللاعب آآ آآ لاعب فريق آآ آآ الخامس براسيد 20 هدف عندنا المركز السادس اللاعب ساسا كالاديزيتش لاعب فريق شتوتجارت براسيد 17 هدف المركز السابع اللاعب لارس استندل لعب بروس منشنج لباخ براسيد 14 هدف لوكاس ألاريو اللاعب باير ليفاركوزن الثامن براسيد 11 هدف ماكس كروس لاعب يونيون برلين المركز التاسع براسيد 11 هدف توماس مولر المركز العاشر براسيد 11 هدف ندخل بقى على ترتيب هداف الدار الأسباني للموسم 2021 عندنا ميس طبعا المتصدر براسيد 30 هدف جيرارد مورينو التاني اللاعب فيا ريال براسيد 23 هدف كريم بنزيمة الثالث براسيد 23 هدف سوارز المركز الرابع براسيد 21 هدف يوسف النسير اللاعب فريق جبلية المركز الخامس براسيد 18 هدف عندنا المركز السادس اللاعب أليكزندر إسحاك اللاعب فريق ريال سويداد براسيد 17 هدف المركز السابع خوسي مورالس لعب فريق ليفانتي براسيد 14 هدف عندنا اللاعب إيجو أسباس المركز الثامن براسيد 14 هدف جيرزمن المركز التاسع براسيد 13 هدف رفائيل مير فيزينتيا اللاعب فريق هوسكا المركز العاشر براسيد 13 هدف ندخل على ترتيب هدافة دار الإطالي الموسم 2021 كريسيان رونالدو الأول برصيد 29 هدف لوكاكو الثاني برصيد 24 هدف موريال المركز الثالث برصيد 22 هدف المركز الرابع دوسان فالهوفيتش لعب فريق فيورينتينا برصيد 21 هدف عندنا تشيرو اموبلي لعب فريق لاتسيو المركز الخامس برصيد 20 هدف عندنا المركز السادس اللعب سيمون نوانكو لعب فريق كروتون برصيد 20 هدف عندنا انسين لعب فريق نابلي المركز السابع برصيد 19 هدف مارتينيز لعب فريق انتر ميلان المركز الثامن برصيد 17 هدف براردي لعب ساسولو المركز التاسع برصيد 17 هدف جواو بيديو غالفاو لعب فريق كالياري المركز العاشر برصيد 16 هدف ندخل بقى لترتيب الدور الفرنسي للموسم 2021 مبابيه الأول برصيد 27 هدف منفس ديباي المركز الثاني 21 هدف بوسام بن يدر المركز الثالث برصيد 20 هدف لودوفيتش أجورك لعب فريق استراثبورج المركز الرابع برصيد 16 هدف المركز الخامس غايتان لابورد لعب فريق مومبيليا برصيد 16 هدف عندنا المركز السادس فولند لعب فريق موناكو برصيد 16 هدف المركز السابع بوراك يلمز اللعب التركي لعب فريق ليلي الفرنسي برصيد 16 هدف أندي دولور اللعب الجزائري لعب فريق مومبيلية المركز الثامن براسيد 15 هدف عندنا بولايدية لعب فريق ستاد ريمز المركز التاسع براسيد 14 هدف عندنا إيكانبي لعب فريق ليون المركز العاشر براسيد 14 هدف ناخد بقى على ترتيبها الده في الدورة الإنجليزية لمسم 2021 عندنا هاريكين الأول براسيد 23 هدف محمد صلاح الثاني براسيد 22 هدف برونو فرنانديز المركز الثالث براسيد 18 هدف يونج من سون المركز الرابع براسيد 17 هدف بامفورد لعب فريق ليتز يونيتد المركز الخامس براسيد 17 هدف عندنا المركز السادس كالفرت ليون لعب فريق إيفرتون براسيد 16 هدف المركز السابع فردي لعب فريق ليستر سيتي براسيد 15 هدف المركز الثامن ويتكنز لعب فريق استنفلا براسيد 14 هدف جندجان المركز التاسع براسيد 13 هدف لكزيت لعب فريق الأرسنل المركز العاشر براسيد 13 هدف هاري كين ما فازش فاز الموسم بس به هداف الدار الإنجليزة ولكن فاز برضو به ان هو اكتر لعب عمل تمريرات حاسيمة او أسستات زي ما بنقول ان هو عمل 14 أسست وبعده برونو فرنانديز 12 أسست والتالت دي بروين 12 أسست والرابع سون 10 أسست وبعده جريليتش المركز الخامس براسيد 10 أسست وبكده نكون اتكلمنا عن ترتيب هداف الدوريات الخامسة الكبرى من أول ليفندوسكي 41 هدف وبعده عندنا ليونيل ميسي 30 هدف وبعده كريستيان 29 هدف وبعده إمبابيه براسيد 27 هدف وبعده هاري كين براسيد 23 هدف هو ده ترتيب هداف الدوريات الخامسة الكبرى طبعا ليفندوسكي حاجة كبيرة ان هو خد الدوري وكمان فاز بهداف الدوري الألمان لهذا الموسم ب41 هدف وبكده نكون وصلنا نهاية الفيديو يا رب يكون الفيديو عجبكو ما تنسوش تعملوا لايك وشيروا وتشتركوا في القناة وتفعالوا زر التنبات عشان يوصل لكم الجديد والسلام عليكم ورحمة الله